لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل يا حسن أقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا مرحب بيكون معظم مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة تكفير علماء السنة لابن حجر وزي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت أن الشيخ الحزيمي كان بيكفر الأشعارة بناء على عقدتهم في التوحيد وحكم عليهم أنهم مش مسلمين يعني من الآخر كفار وطبعا ابن حجر أشعري والشيخ الحزيمي حكم على ابن حجر أنه كفر بشكل غير مباشر وفي حلقة النهاردة عاوزين نوضح النقطة دي أكتر وفي حلقة النهاردة عايزين نفكركم باللي قلناه عن ابن حجر في الحلقات اللي فاتت وكان حكم علماء السنة على كلام ابن حجر أنه كفر وهنفكركم باللي تكلمنا عنه وأول صفة الكلام لله وأن الأشعارة طبعا اللي بيمثلهم هو ابن حجر بينكروا أن الله بيتكلم حقيقة والكلام ده تكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقة الرقم 34 وكانت بعنوان الحلقة الله يتكلم ولا يتكلم وابن حجر بيأكد عقدته في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أزين له يقول كده عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي يا آدم فيقول لبايك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من زريتك بعصا إلى النار قال الحفظ ابن حجر وقالت الأشعارة كلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت الكلام النفسي ومعنى كلام ابن حجر إن الله أخرص أو كلام الله ليس بحرف ولا صوت وطبعا كلام الله عند الأشعارة صفة ذاتها فقط يعني الله أخرص صفة ذاتها لله برضو وده تجديب للكرآن لأنه الكرآن بيقول وكلم الله موسى تكليما وتجديب الكرآن ده بيعتبر كفر ولا يعذر صاحبه بجهر وشفنا رد علماء السودن على الكلام ده في الفتاة الكبرى لابن تيمية بيقول وراء المروزي عن أحمد حديث بن مسعود قال المروزي سمعت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوحيب قد تكلم وقال من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهم عدو الله وعدو الإسلام وكان حكم علماء السنة إن اللي يقول إن الله كلم موسى بلا صوت عدو الله وعدو الإسلام وعدو الله كافر بحكم الكرآن لأن الكرآن بيقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكائيل فإن الله عدو الكافرين وده في صورة البقرة 98 وبرضو شفنا في الحلقة 38 وكانت بعنوان ابن حجر وإله لا يرحم ولا يهضب وابن حجر بينكر الرحمة كصفة حقيقية لله كلام ده في سعيل بخاري كتاب التوحيد قول له تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبدنا المرسلين قال ابن حجر والمراض بالرحمة إرادة إيصال السواب طبعا إحنا أثبتنا في حلقات قبل كده إن تأويل أي صفة في الحقيقة هو نافي لهذه الصفة على حقيقتها ونقلنا كلام الشيخ الباروق الشيخ الباروق قال وقد تقدم في غير موضع إن الأشعارة ينفون حقيقة الرحمة والغضب وابن حجر لما أول صفة الرحمة نافي حقيقتها وشوفنا إن اللي بينفي حقيقة الرحمة بيكون كفر ونقلنا الكلام ده من كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل وصفة الله تعالى بالرحمة إنه مجاز اعتزال وضلال بإجمع الأمة فإن الأمة أجمعت على أن الله تعالى رحيم على الحقيقة وإن من نفع عنه حقيقة الرحمة فإنه كفر ونلاحظ هنا بيقول إن من نفع عنه حقيقة الرحمة فإنه كفر ومين اللي بينفي حقيقة الرحمة عن الله زي ما نقلنا لحضراتكم قبل كده ابن حجر وفي حلقة رقم 49 وكانت بعنوان ابن حجر يكذب الله ويكذب الرسول ونقلنا كلام ابن حجر في سعيل بخاري كتاب مناطق مناطق الأنصار باب مناطق سعد ابن معيز رضي الله عنه يقول كده قال ابن حجر وليس العرش بموضع استقرار الله وطبعا ابن حجر هنا بينفي الاستواء واللي في نفس الحلقة قلنا أن يذكر في القرآن في سبعة موضع أو في ألف موضع حسب كلام ابن القيم وطبعا ابن حجر بكذب صريح القرآن لما بينكر استواء الله على العرش ونقلنا اللي يقول الكلام ده حكمه كفر والكلام ده نقلناه من كتاب شرح عقيدة السلف في أصحاب الحديث لابن خزيمة ابن خزيمة الإمام المشهور طبعا صاحب الحديث بيقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كفر بربه ونلاحظ هنا بيقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى يعني توقف وقال أنا ما أقولش أن الله على عرشه قد استوى ده بيكون كافر لكن ابن حجر مش توقف على أن الله على العرش استوى ده أمكر استواء الله على عرشه وقال وليس العرش بموضع استقرار الله وده أكيد أشد كفر من اللي توقف عن أن الله على العرش استوى وفي حلقة رقم 48 وكانت بعنوان الحلقة ابن حجر يتهم الله بالعبس ونروح لشرح ابن حجر في سهيل بخاري كتاب التوحيد باب ما يذكر في الزات والنعود وأسامي الله ابن حجر قال وصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويد إلى الله في جميعها طبعا ابن حجر يقصد بالمباحث هي الزات والنعود وأسامي الله والشيخ البراق شرح التفويد وقال هو الإعراض عن فهم النصوص والإيمان بلفظها وتفويد علم معانيها إلى الله تعالى وشفنا أن التفويد يتضمن مفاسد أهمها تجذيب القرآن وتجهيل الرسول واستطالة الفلسفة والكلام ده نقلناه من كتاب شرح العقيدة الوسطية يقول كده فتبين أن طريقة التفويد طريق حاطئ لأنه يتضمن ثلاثة مفاسد تجذيب القرآن تجهيل الرسول واستطالة الفلسفة وطبعا تجذيب القرآن معانا تجذيب الله لأن القرآن كلام الله واللي يكذب الله يبقى كافر وتجهيل الرسول برضو بيعتبر كفر والكلام ده إحنا أكدناه من كتاب دروس في العقيدة يقول كده الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة له أنواع وأمثلة لأنه الأول تجذيب الله ورسوله أو تجذيب أحدهما إذن ابن حجر وقع في الكفر الأكبر وبرضو لأنه من كتاب شرح التحوية بيقول كده وأما مقالة التفويد فهي بنشر مقالات أهل البدع والإلحاد كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله وده طبعا كلام صريح من ابن تايمية أن التفويد إلحاد بل من شر أنواع الإلحاد وكمان شفنا في حلقة رقم 62 وكانت بعنوان علي جمع يكلم الرسول في قبره وطبعا في الحلقة دي إحنا نقلنا فتوى لابن حجر وكان السؤال الموجه لابن حجر كان قاتي سؤال ابن حجر عمان قال شي لله يا سيد عبد القادر فقال له شخص هذا شرك فهل دعوة الإشراك خطأ من قائله ويجب عليه التوبة والاستغفار من ذلك يعني صاحب السؤال بيسأل ابن حجر هل لما واحد بينادي ويسأل غير الله ويجي واحد يقول له ده شرك هل اللي بيقول أن نداء وسؤال غير الله كلامه خطأ ولازم يتوبه يستغفر يعني السؤال بمعنى آخر هل اللي بيقول عن الشرك أنه الشرك يكون مزنب ولازم يتوبه يستغفر ونشوف رد ابن حجر على الكلام ده وقال إيه أجابه إن اعتقد القائل أن حصول الكائنات بإرادة الله تعالى ولم يقصد حقيقة الدعاء لم يمنع إلى آخر الكلام إلى أن يقول وأما إطلاق كون ذلك إشراكا فلا وطبعا إحنا شرحنا الكلام ده في التفصيل في نفس الحلقة 62 من كلام ابن حجر واللي يهمنا النهاردة إيه هو حكم سيغة الدعاء اللي أجازه ابن حجر ابن حجر بيقول لا ده مش شرك ولا يمنع من أن يقول هذا الدعاء لكن يكون في قلب اللي بيقول الدعاء ده إن حصول الكائنات بإرادة الله ولكن نداء غير الله ودعاءه ليس شركا بالمطلق لأن ابن حجر قيتها بالاعتقد ونشوف أهل السنة إزاي بيخلفوا ابن حجر في الفتوى اللي جاية ودي في فتاوي اللجنة الدائمة المجموعة الأولى والسؤال بيقول نداء ودعاء النبي في كل حاجة والاستعانة به في المصائب والنوائب من قريب أعني عند قبره الشريف أو من بعيد أشرك قبيح أم لا وجاوب السؤال بيقول دعاء النبي ونداءه والاستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات وكشف الكرباط شرك أكبر يخرج بين ملة الإسلام سواء كان ذلك عند قبره أو بعيدا عنه وطبعا دعاء النبي وغير النبي طبعا ما فيش فرق بين إن الواحد يقول شئ لله يا سيدي عبد القدر أو شئ لله يا سيدي يا رسول الله بل نداء الرسول والاستعانة به والتوسل به الشيء متفق عليه عند ابن حجر وزي ما وضحنا في نفس الحلقة وحسب الفتوى دي كفر أكبر مخرج من الملة وقبل ما أختم الحلقة أنا هسأل سؤالين السؤال الأول اللي المسلم اللي بيسمعني اللي بيشرع دعاء النبي وغير النبي يبقى حكمه إيه اللي بيشرع الشرك ده حكمه إيه السؤال الثاني إيه اللي مانع أهل السن إنهم يكفروا ابن حجر بشكل مباشر مخصوصا بعد كل الأدلة اللي احنا قلناها في الحلقة دي والحلقات اللي فاتت والأكتر من كده إزاي أهل السنة بيغضوا شرح البخاري من واحد كافر هدو الله بحكمهم هم عليه بشكل غير مباشر وخليني أتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمن أقبل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر